انفرجت مساء السبت أزمة شركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست بعد أعلان نقابة الطيرين فيها تعليق إضرابها اعتبارا من منتصف ليل السبت مع الاحتفاظ بحقها في العودة إلى الإضراب في حال انتهاك حقوق أي طيار معلنة ابقاء الجمعية العمومية في حال عقاد مستمر لمتابعة جميع التطورات ولما كانت المشاورات انتهت بلقاء مع دولة الرئيس العماد ميشيل عون الذي أخذ على عاطقه ضمان إلغاء الإجراءات الغير محقة المتخذة من قبل الإدارة والمذكورة أعلاه ولما كانت شركة طيران شرق الأوسط ليست ملكا للإدارة التي يتغير أعضاء مجلس إدارتها باستمرار وإنما هي شركة وطنية ملك للشعب اللبناني يعود الفضل بنجاحها إلى جهود العاملين فيها المتافانين في خدمة الشركة والشعب لا الإدارة تعلن الجمعية العمومية للطيارين اللبنانيين تعليق الإضراب ابتداء من منتصف ليلة ثلاثة أربعة كانون الأول 2011 حتى أشعار آخر مع حفظ حقنا بالعودة إلى الإضراب في حال انتهاك حقوق أي طيار مع إبقاك الجمعية العمومية في حال انعقاد مستمر لمتابعة جميع التطورات وعلى الأثر أصدرت الشركة بيانا أعلنت فيها أنها ستعاود تسير رحلاتها اعتبارا من ظهر الأحد بحسب الموعيد المقررة سابقا